السلام عليكم الطلب العزاء يسعدني أن ألتقي معكم من خلال منصة التعليم الإلكتروني لنبدأ مع المحاضرة الرابعة لمادة انتقال الحرارة في هذه المحاضرة سوف نتطرق إلى موضوع مهم جدا اللي هو موضوع Extended Surface واللي بالمختصر نقول عليه الفنز هذا الفنز اللي هو من أكثر التطبيقات شيوعا موجود بالماركتنج بالتطبيقات الموجودة بالسوق المحلية وانت تقدر تشاهدها بمكانات مختلفة وراح نتعرف على مبدأ عملها وشلون انت تقدر من تشوف اي منظومة ميكانيكية من الضروري جدا انه نصمم لها فنز والفنز تعرف بانها نوع من انواع استخدامات طرد الحرارة يعني احنا نستخدم الفنز حتى نتخلص من الحرارة الزائدة والتي تعيق كفاءة عمل المنظومة الميكانيكية أو الكهربائية دعني ندخل بصلب الموضوع اذا ناخد نظرة على الشكل المرسوم امامنا هذا الشكل هو عبارة عن سطح يولد حرارة وهاي الحرارة احنا المطلوب من عندنا انه نزيلها لانه اغلب الاجهزة اذا مو كلها بالمطلق عندما ترتفع درجة حرارتها يسبب اتفاع درجة الحرارة هبوط بالperformance performance يعني بالاداء لذلك احنا كمهندسي ميكانيكيين من واجبنا انه نصمم فالطريقة نتخلص بيها من الحرارة as soon as possible يعني باكثر سرعة ممكنة فاذا افترضنا انه هذا الجدار هو هنا يصر عندك توليد حرارة لتنتقل حرارة بهذا الاتجاه وبالتالي فانه من الاهداف اللي احنا نسعى الها انه نبرده زين there are two ways to increase the rate of heat transfer اذا هناك طريقتين لزيادة عملية انبعاث الحرارة او تدفق الحرارة وبالتالي يعني احنا نتخلص من الحرارة الزائدة شن هي هاي الطريقتين الطريقة الاولى بما انه احنا هسه حاليا اذا تلاحظ هذا السطح اذا سطح هو حار والتي مالته هي ts وهي اعلى من التي انفينيتي اللي هي surrounding او ambient زين هذا شلون انا اقدر اسرع عملية الانتقال من الحرارة كمهندس عندك طريقتين الطريقة الاولى هي increase h h اللي هي coefficient مال convection يعني معناته انه احنا نعرف بانه انتقال الحرارة بالconvection هو h اي delta t وتلاحظ انه بما انه هاي علاقة خطية يعني معناته كل هذا التيرمز اللي هنا هو طردي اي عندما تزداد القيم لهذا التيرمز تذلك تزداد قمية الحرارة المنتقلة بالconvection اذا انت عندك هنا شن هي التيرمات بما انه درجة الحرارة قد تكون ثابتة لدرجة حرارة المحيط او درجة حرارة هاي الدلتا t احنا نعرف اللي هي t surface نقصا t infinity فاذا كانت t surface هي constant ثابتة والt infinity اللي هي درجة حرارة الجو درجة حرارة الهواء القادم ايضا ثابتة يبقى عندك انت هنا two terms عندك ال H وال A يأما تزيد ال H يأما تزيد ال area زين اذا زيدنا ال H ال H اذا تذكر بالمحاضرات احنا حتى اذا بعض الطلبة ما التقيت بيهم ال H هي يعني related to لها علاقة بسرعة الهواء اذا يعني معناته انه انت كل ما تسرع الهواء كل ما عملية انتقال الحرارة بال convection تزداد زين هذا اذا مربوط انه احنا لازم نحط external ال H يكون مربوط ب external may require to installation of pump or fan اذا يعني معناته ال H تحتاج انه تزيد تدفق الهواء سرعته وبالتالي تحتاج الى انه تنصب مروحة حتى تزيد ال H وبالتالي تزداد قيمة ال convection نعم الطريقة الثانية اللي هي alternative يعني alternative بالانجليزي اللي هي تعتبر البديلة الطريقة الثانية مثل ما قلنا عليها اذا هذا هي كانت النقطة رقم واحد فهذه تكون نقطة رقم اثنين الطريقة الثانية شنو الطريقة الثانية هي انه نزيد surface area وبالتالي هسه نجي نتكلم عن التيرم الثاني بالمعادلة اللي بستطعت انه اتلاعب به اللي هو الarea اللي هي surface area من 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 هذا المنطلق اجتي فكرة انه احنا نسوي extension او extend للسيرفس مثل ما هنا مكتوب وهذا extension او هذا extend راح نسمي بالفنز والفنز معناته زعانف اي زعنفة هذا هو fins هذا هو fins سوينا extend يعني جبنا جزء باستخدام اللحيم وباستخدام اللحيم ثبتنا بهاي المنطقة خلينا اسوي clean up حتى تقدر تتواصل وياه افضل جبنا هذا هي المساحة الاصلية بطريقة الويلدنج يعني اللحيم نوصل هذا اللي سويناه وبالتالي صار عندك هذا الشكل اللي هو هسا حاليا طبعا نشوف هاي الاشكال كلها كلها اشكال لزعانف اتوقع هذا اغلبكم شايفي بمطورات المياه مطور المي تشوف مطور المي هذا غالبا هذا الشكل وهذا الشكل وهذا أغلبية اشكال داخل الحاسبة الكمبيوتر الكمبيوتر بما يسمى أو يعرف بالشيب وهذا يولد حرارة اللي هو البروسيسينج البروسيسر ما الحاسبة الكرة i7 الكرة اي 8 هاي التسميات هي البروسيسر وهذا البروسيسر هو المعالج يحم يولد حرارة كلش عالية واذا ما يبرد الحاسبة تشكل تصفون بالمعنى التقليدي او المعنى العام فلذلك لازم يستخدم لها نظام تبريد وبالتالي شنو نستخدم لها الفنز طبعا اكو انظمة تبريد متطورة تختلف طريقة العمل والتها بس احنا نحكي لك على كونسبت كونسبت يعني مفهوم واساسيات واساسيات اللي انت تنطلق من عندها اذا تريد تطور بهذا سنك ديزاين احنا هسه هدفنا انه ندرس انتقال الحرارة من البيز هاي البيز القاعدة هاي وباتجاه نهاية الفن هاي تعرف بانها فن هذا فن هذا فن ماشي اذا احنا هسه الفوكسينج مالتنا راح يكون وين راح يكون على انتقال الحرارة خلال هذه الزعنفة اكو فاد نقطة مهمة اريد اشيرها اليك ركزوا ايا احنا هسه تكلمنا على انه شون نتخلص من الحرارة المتولدة بسطح والحرارة دا تولد بسطح تنتقل عن طريق الكونبكشن بعضكم يسئل يقول انه هاي الحرارة ايضا تنتقل عن طريق الرادييشن هذا الكلام صحيح مئة بالمئة بس اكو فاد شي قاعدة يسموها الوردر اوف ميجنيتيود اللي هي شنو معناتها معناتها انه احنا نطي الاهمية للاكبر بمعنى انه اذا كانت الكيو كونفكشن اكبر بكثير من الكيو رادييشن احنا كمهندسين بالامكان انه نهمل تأثير الرادييشن للسهولة اتحدث اما عندما تكون الدقة مطلوبة 100% فانت من الضروري جدا انه هذا التير متهمله وتحسبه ايضا فتكون كمية الحرارة المفقودة من السطح هي الكونفكشن والكوندكشن والرادييشن واضح لكن احنا للسهولة راح نفترض انه الرادييشن في معظم حساباتنا في معظم حساباتنا انه هو نيقلاجابل شوف حتى هنا نحن نقول سامو اه كونفكشن بروسسس اند او رادييشن فوكيسنج اون كونفكشن احنا راح نركز على الكونفكشن فلذلك هسا رادييشن احنا راح نعتبره غير فعال وغير مؤثر زين خلي نشرح على بعض اشكال الفنز الفنز عادة تاخذ اشكال مختلفة منها اللي ما يعرف بالستريت فنز اللي هي شكل رقم شكل اي اللي هي شكل المستطيل الركتنجولار والشكل الثاني اللي هما يعرف بانه نان يونيفورم اللي هو يعتبر انه غير مستوي اي يأخذ الشكل المخروطي وكذلك هذا الانيولار الانيولار هذا الشكل اللي هو يكون اسطواني مجواف هذا ايضا من اشكال الفنز يعني مثلا هسا مثلا نقول هذا انوان اشوف تطبيقاته هذا من تطبيقاته مثلا يكون عندك انت انابيب بيها سائل تبريد مثل هذا انبوب بي سائل وهذا السائل هو حار واحنا هدفنا انه برده فاحنا المساحة السطحية للانبوب راح نربط نلحم بيها قطعة خارجية اضافية تساعد بانتقال الحرارة الى المحيط عن طريق الكيو كونفكشن واضح وهذا ايضا من اشكالها اللي هو يعرف ايضا بالبن وهذا البن قد يأخذ شكل اسطوانه فقط اكو بعضها ياخذ شكل اسطوانه فقط ايضاяни هذا النموذج اللي امامكم هذا النموذج هو اني ما سميته بـ البروستس البروستس ما الحاسبه يعني هذي تعرف انها هي وهنا نهاية تولد حرارة عالية لذلك حنه صممنا المهندسين صمموا منظومة تبريد تتالف من منظومة تبريد من من هذه القطعة اللي هي تجي تثبت أعلى تثبت أعلى هاي تشيب وشون تثبت يحطون في مادة لاسقة حرارية شنو يقصد بالمادة اللاسقة الحرارية هي مادة صمغ تمتاز بأنها توصل الحرارة توصل الحرارة جيدا وبنفس الوقت أنه البروبرتيز مالتها عند ارتفاع درجات الحرارة ما يختلف يعني تبقى مالتها الادهزف يعني معناتها التلاصق مالتها يكون يستمر جيد حتى بدرجات الحرارة العالية فتنتقل الحرارة من هذه القطعة الحارة إلى قاعدة الفن وهاي قاعدة الفن راح تعبر على هاي الفنز هذا ذات باوعها هاي الفن فتنتقل الحرارة عبر هذه الصفائح هاي صفائح معدنية ومن ثم استخدمنا هنا أيضا بالإضافة إلى أنه الفن هي أساسا زيدت لي المساحة مالانتقال الحرارة وأيضا أنا زيدت الـ H باستخدام الفن الفن حتى إحنا شنسوي نزيد الـ H ما للهواء وبالتالي يصير عندك تبريد ممتاز واضح؟ زين هسا إذا نجي شون نبدأ ندرس الفنز الفنز هذا مخطط إلها تنتبه ويايا على أنه إحنا راح نسوي Energy Balance راح نأخذ شريحة خيالية داخل الفنز إحنا دائما نريد نحلل أي جزء خاص ضمن عملية التوصيل يعني إحنا هنا انتقال الحرارة خاض عليه ما يعرف بأنها عملية توصيل زين بما أنه هي عملية توصيل فإحنا إذا نجي نأخذ الشكل اللي هو شريحة بشكل مستطيل داخل هذا بس أشوف نعم إذا نأخذ شريحة هاي الشريحة داخل الفنز ونجي نريد نعرف توزيع درجات الحرارة أنا من أريد أدرس أي شيء بالتوصيل لازم أنشئ إلى معادلة توزيع درجات الحرارة معادلة توزيع درجات الحرارة تبدي من عملية الاتزان عملية الاتزان أحتاج أنه أخذ شريحة وأجي أسوي لها اتزان Energy Balance الان يساوي الأوت هذا كل ما هنالك يعني إحنا نعرف أنه الانيرجي الانيرجي بالانس هو الـ Qn يساوي الـ Qout الانيرجي بالانس واضح الـ N يساوينا الأوت الـ Qn فأنت إذا نأخذ هذه الشريحة وننتبه على أنه عندك الـ Qn اللي هي الـ Conduction خلينا نسمي هاي النقطة هي الـ Base القاعدة والـ T مالتها دائماً رح نرمزلها بالـ T O اللي هي الدرجة الحرارة عند القاعدة فإذا كانت هاي الشريحة داخل الزعنفة ريد أن نرتب لها في الانيرجي بالانس رح نستخدم أنه Q- Conduction عند الـ Base هاي الأو مالتها يساوينا الـ Q المنتقلة بالـ Conversion زائد الـ Q Conduction اللي هي X زائد DX أو Delta X اللي هي هاي يعني هاي الشريحة من دا تدخل لها حرارة بالتوصيل دا تتعرض هاي الحرارة الداخلة إلى هذه الشريحة إلى شيئين الأول أنه هي دا تتخلص من الحرارة عن طريق التيارات الهوائية اللي يتمر على سطح الفن وبالتالي أكو Convection وأكو كذلك كذلك Conduction للشريحة التالية إذا قسمناها هاي الفن إلى عدة شرائح شبيهة بالشريحة هاي واحد هاي الشريحة ثنيا فأكو جزء من الحرارة المنتقلة من القاعدة هاي المنتقلة من البيز راح ينتقل إلى داخل الشريحة الأولى جزء منها يغادر بالConvection والجزء الثاني يكمل إلى أن يوصل إلى نهاية الزعنفة إلى نهاية الزعنفة إذن هسه صار عندك هذا هو Energy Balance Small Tech اللي هو هنانا مثلنا بهذه المعادلة زين إذا عوضنا عن كل يعني مثلا الـ Q Convection هاي عوضنا عنه هاي معادلته وهذا الشيء معروف بس أنبهك إنه هنانا المساحة ما الـ خل أوضح لك هنانا إحنا قلنا Convection صح هنانا أكو Q Convection اللي هي H A Delta T زين هاي الأي هي الأي surface يعني هذا فقط الجزء العلوي وكذلك نفسه إذا نكمل نفسه بالجزء السفلي فقط يعني هاي يصيحولها surface area اللي تغادر منعدها الـ Convection زين هذا surface area شون تنحسب تنحسب هي عبارة عن المحيط في سمك الشريحة المحيط هذا هذا المحيط في سمك الشريحة وهو المحيط اللي هو يعني محيط مستطيل واضح في سمك الشريحة السمك ما لا تلين هسا انت هذا السمك هذا السمك هو dx واضح زين اللي هو هذا هذا سمك الشريحة زين هذا صار عندنا واضح زين يبقى عندنا اذا نعوض مكان الـ Conduction ومكان ومكان الخارج من الشريحة اللي هي عبارة عن تايلور شون تعلمناها انه نفتحها اللي هي قانون فوريار اضافة الى المشتقة مالته بالتالي راح ورما نحذف المتشابهات من الطرفين مع المعادلة نحذف المتشابهات راح تنتهي المعادلة بالصيغة اللي راح نشوفها امامنا تنتهي المعادلة بالصيغة اللي راح نشوفها امامنا وكذلك الـ Q Conduction طبعا احنا بقيناها بصيغة الـ Q Conduction يعني احنا بس قلنا لك انه هنا مكان ما هاي نعوض عنها قيمت قيمتها يعني تصر معادلة طويلة تعوض K A DT Over DX فاحنا بقيناها بكلمة الـ Q Conduction نشوكت ما تحتاج فقيمة الـ Q Conduction معروفة انه هي من 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 لاحظ معاي انه احنا بالـ Convection الـ Area حسبناها انه هي Surface Area اللي هي حسبناها المحيط في DX وياي زين بالـ Conduction انت هم عندك Area الـ Area هاي من 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 هاي الـ Area بالـ Conduction تختلف الـ Area مو الـ Conduction هاي العام مودية على اتجاه انتقال الحرارة وبالتالي فهي عبارة عن الـ W اللي هو هذا العرض الـ W مضروب في السمك اللي هو DX واضح مضروب في السمك اللي هو العفو اسف اسف السمك اسمو T اللي هو مضروبة في T Thickness السمك Thickness فاذا هاي الـ Area مال الـ Conduction شي سموها يسموها Cross Section Area مو Surface Area لا انتبه عليها بالتوصيل بقانون التوصيل Area هي Cross Section Area وهي تساوي الـ W اللي هو العرض مال الجدار اللي هو هذا مننا الـ هنان هذا يسمو W مال العرض أو مال الفن مضروب في T اللي هو Thickness واضح زين نكمل عملية الاتزان رح ننتهي الـ Energy Balance رح ينتهي بهاي المعادلة الـ Energy Balance انتهي بهاي المعادلة هاي المعادلة مثل معادلة عامة و المعادلة العامة شوف هسه هنا هذا ايضا مثال توضيح آثاني انه اذا افترضنا انه هاي الشريحة وانت عندك Q جاي من البايز من القاعدة وعندك الحرارة الداخلة تساوي للحرارة الخارجة عندك الحرارة الخارجة هي طريقة الـ Convection و طريقة الـ Conduction يعني معناته انه اكو حرارة هاي الحرارة الدخلت للشريحة هي رح يصير بها شغل الشغلة الاولى انه تنتقل بالـ Convection والشغلة الثانية انه وتنتقل تكمل مسارها باتجاه نهاية الفن تكمل مسارها زين اذا اذا ننتبه على هاي المعادلة هاي المعادلة شنو هاي المعادلة هي Second Order يعني معادلة من الدرجة الثانية عند الفحص هي Homogeneous انت تعرف انه بالرياضيات احنا المعادلات لازم نفحصها نعرف انها هي Homogeneous لو Non Homogeneous Linear لو Non Linear فاكتشفنا انه هي Second Order ODE يعني شنو معنات ODE Ordinary Differential Equation ماشي ODE هذا مختصر عالمي حتى تتعلم عليه تتمارس عليه انه Ordinary Differential Equation اوكي Homogeneous Linear Equation فهي معادلة خطيئية ماشي تعرف انت Second Degree بالرياضيات اكو طرق للحل واحدة من طرق الحل تعرف بي Characteristic Equation Method حتى احنا solve l'equation حتى احنا نحل هاي المعادلة هاي المعادلة حتى نحلها من تشيكنا الفحص مالتها نقدر نستخدم طريقة تعرف بال Characteristic Equation Method اوكي هاي ال Characteristic Equation Method تعتمد على انه شنو انه احنا نقلب الدالة عن طريق استخدام ما يعرف بس ملاحظة ال الاشتقاقات خلا وضح لكيها لانه اعرف راح تسئلوني كل شو هاي فاريد اوضح لكم التالي هاي الكلمة كل شو هاي ارتاح يا توسنت وكلكم الاشتقاقات غير مطلوبة ابد بس اني كدكتور و اوصل لك معلومة ما اقدر اجي اطيك اقول لك هاي المعادلة احفظها لازم ادرج لك بالمعلومة حتى لو انت هاي هسا انت تقدر انهم متركز ويايا وهذا شي ما انصح بي بس اتبع ويايا انه احنا شون ندر نتوصل الى معادلة توزيع درجات الحرارة اللي راح نشتقها ونحطها بقانون انتقال الحرارة ما ريد اجي اقول انه رأسا هاي الدالة تنقلب هاي الدالة حتى تنحلب صيغة الكاركترستيك مثود اللي حيشينا عنه لازم انه تقلب المشتقة فرح نفترض فرضية انه هذا التيرم هو ثيتا واضح هاي الذكرها هاي غير مطلوبة من عندك انت مطلوب من عندك السراحة اقول لك شون هو اللي انت مطلوب من عندك تحفظه المهم هاي نقلب الثيتا الثيتا حتى نغير المعادلة نضع المعادلة بصيغة قابلة للحل فالثيتا تساوي تي ماينس تي انفينيتي مشتقة الثيتا بالنسبة للأكس هي نفسها مشتقة هي نفسها دي تي اوفر دي اكس اذن المشتقة الثانية لهذه الدالة يعوض دي تي 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 تربيع زين عوض هاي المعلومات بهاي يعني بهاي المعادلة ف دي تو تي دي تو تي اوفر دي اكس سكوير راح نعوض عنه دي سكوير ثيتا دي اكس تربيع ماينس هذا التيرم ينزل كما هو وهذا التيرم عوض معنه بثيتا مساوية للصفر زين هاي المعادلة حاليا هذا التيرم راح اختصره بم سكوير مثل ما ننتبه عليه هنانا وهذا التيرم مثل ما انت اذا عندك دي تو واي اوفر دي اكس سكوير هي نفسة اذا تكتب واي دابل داش مصحيح فلذلك هاذا هبدله ب الثيتا دابل داش وهي نفسة راح سميها عر سكوير وبالتالي هاي المشتقة ثانية المشتقة الاولى مالتها اللي هو راح ارمز له ب ثيتا داش والتيرم الواي بدون مشتقة راح ارمز له بالرمز ثيتا فهذا ثيتا هو نفس الواي بلا داش وهنان يعني بس مشابه ان انا استخدمت مكان الواي بالحال استخدمت R فحتى تتبع معاي فهاي المعادلة راح تختزل تصير بالشكل التالي هاي المشتقة الثانية اللي هي مثلا ثيتا دابل داش ناقصا الام سكوير هذا التيرم كله لأن هذا كله ثوابت الـ H هو الـ كوفيشينت ما للتحميل الـ P هو المحيط ما للشريحة الـ K هو معامل التوصيل ما المعدن والـ هي هذا الـ cross-section area انتبهوا يا شوف ها هذا الـ cross-section area اللي تنتقل من عنده بالداخل هذا هو فكلها هاي تعتبر ثوابت عوضت عنها M سكوير وهذا الحد بدون مشتقة انا اعتبرته انه هو R راح يصير عندك مكان الثيتا دابل داش راح نعوض R سكوير لان احنا عوض ما عنه هنا ب R سكوير ناقص M وهذا العفو الحد الثيتا اعتبرته واحد آسف هنا اعتبرناه واحد لذلك يطلع عندك هاي المعادلة تساوي للصفر وبالتالي نطلع جذر المعادلة وبالتالي The General Solution For Repeated هاي تعتبر Repeated Root Repeated Root الصيغة الثابتة جاهزة انت بس تجيبها وتحطها للحل الحل المعادلة الحل المعادلة هو ما مكتوب عندك داخل المربع الازرق اللي هو الثيتا تساوي هاي الثيتا هي شنو دائما هي T minus T infinity واضح T infinity اللي هي درجة حرارة الهواء هذا الهنا T infinity ماشي والT اللي هي احنا دنبحث عنها المتغيرة بكل مكان T T هنا T هنا T هنا T هنا أي مكان عند A X زي هاي طبعا الاشتقاق هو فقط تتركز ويايا للركتنجولر fin يعني معناته للزعانف ذات الشكل المستطيل زعانف وه سعنا فى زعنفة مستطيلة واضح زين توصلنا لهذا الشكل النهائى للزعنفة زين دا تلاحظ المعادلة اللى هي هاي المعادلة العامة عندك بها الثابت الاول والثابت الثانى الحد الان انت هذه الاشتقاقات غير مطلوبة واضح الاشتقاقات غير مطلوبة زين هنا راح عندك كونستانت 1 كونستانت 2 يعني معناتها انت تحتاج 2 boundary condition the first boundary condition الشروط الحدية الشرط الحدي الاول اللى هو ثابت لكل انواع الزعنف احنا دا ندرس حاليا الزعنفة الشكل المستطيل صحيح زين هاي الزعنفة الشكل المستطيل بيها حالات العلماء اللى درسه والمادة اللى هي تترانسفير صنفوها كشي ابتدائي الى ثلاث حالات حالة انه الزعنفة هاي الزعنفة المستطيلة تكون كلش طويلة يسموها very long very long الحالة الثانية اذا كانت هاي الزعنفة يصحولها insulated او ادياباتك او ادياباتك او ادياباتك زين الحالة الثالثة هي حالة الطول المحدد وتعرف ايضا بانها short الزعنفة القصيرة زين اوضح لك التالي هسا احنا توقفنا عدهاي الفورمه مال الاشتقاق اللي احتاجانا بيها نعرف قيمة C1 والC2 حتى نطلع معادلة توزيع درجات الحرارة في الزعنفة المستطيلة بس قبلها انت تتحدش على boundary condition تعتمد على قيمة درجة يعني معطيات مثبتة على الزعنفة فانت لازم تعرف الزعنفة مالتك مصنفة بالتصنيف كل صنف من هاي الأصناف boundary condition مالتك الثانية تختلف يعني بمعنى انه boundary condition الأولى هي الثابتة لكل أنواع الزعنف الثلاث هاي الزعنف المستطيلة بيها ثلاث أنواع بيها الزعنفة الطويلة جدا وبيها الزعنفة المعزولة ذات النهاية المعزولة وبيها الزعنفة القصيرة هاي تعرف أيضا بالأدياباتك خلينا نكتب هنا أدياباتك حتى تتذكرها زين فإحنا بما أنه إحنا راح نثبت boundary condition الأولى راح نبجي ندرس كل كيس على حدة كل كيس نطلع لها المعادلة التوزيع ومعادلة انتقال الحرارة لكل حالة من حالات الزعنف المستطيلة زين فرح نبدي بالشكل الأول الكيس الأولى الكيس الأولى الكيس الأولى المعادلة المعادلة هاي المعادلة الرئيسية مالتك هاي المعادلة الرئيسية واضح هاي الجنرال اللي منعدها راح ننتقل زين هاي الجنرال شنو نحتاج بيها راح نحتاج بيها أول شي نعوض boundary condition الأول اللي هو at x يساوينا صفر t تساوينا t base وهذا الكلام احنا اشارينا له في في سلايد سابق انه t هنا هي t o اللي هي at base اللي هي يعني مناتها عند القاعدة قاعدة الفن فat x يساوينا صفر فانه t تساوينا t base وبالتالي فانه الثيتا اللي احنا قلنا عليها هي عبارة عن t minus t infinity نعوض عنها at x يساوينا صفر نعوض عنها t o اللي هي t at base ناقصا t infinity واضح زين وهذا الكلام مطبق هياته by substitution the first boundary condition in equation 3 هاي equation 3 راح نباوع x يساوينا صفر عاد x يساوي صفر t يساوينا t base وبالتالي فانه نكتب الثيتا بهاي الصيغة وبالتالي هاي المعادلة راح تنكتب بهاي الصيغة شلون صارت هاي الصيغة بسيطة احنا احنا موكان كل x يش راح نعوض راح نعوض صفر راح نعوض صفر exponential الصفر صفر في m صفر في m exponential 0 1 exponential 0 1 وبالتالي هذا exponential كله يختفي لقيمتها 1 فالمعادلة تنكتب c1 زائد c2 واضح زين ال-m لا تنسه ال-m square هو يساوي ال-h p على k a حتى بس للعلم انه شنو هاي قيمة ال-m هاي ال-m وبالتالي بما انه هاي m وليست m square اذن ال-m هي تساوي ال-جذر هاي القيمة h p على k a وهاي لا تنسه k التوصيل وهي cross-section area وليست ال-p في delta x هاي cross-section area واضح الكلام زين هسه اذا هذا boundary condition الاول انتهينا مع هاي المعادلة اذا نجي على boundary condition الثاني boundary condition الثاني فيما يخص طبعا هذا boundary condition الثاني هو الى علاقة فقط بالكيس الاولى اللي هي very long fin فقط ليش لان نحن ندرس هاي الحالة هذا case او عفو هذا boundary condition الثاني ايش راح نختار ايش راح نقول at x يساوي infinity اللي هو هنا هذا راح اعتبر الطول هنا هذا l هو very long فالx هنا راح تساوي لي infinity راح افترضها t تساوي t infinity بما انه هي طويلة جدا فكل الحرارة راح تنتقل بالتوصيل راح تنفقد عن طريق التحميل يعني كل ما تمشي الحرارة تنتقل شوية تنفقد شوية تنتقل وتنفقد الى ان راح افترض انه هاي النقطة لانه كل طويلة هاي الفن بعد ما حرارة تنتقل كل الحرارة انتقلت اثناء المسير وصولا الى هذه النقطة وبالتالي فان هاي النقطة راح تكون بها درجة الحرارة هي نفسها درجة حرارة المحيط لانه خلصت كل الحرارة اثناء السير وصولا الى نهاية الزعنفة فهذا الـ boundary condition راح اثبت كذلك الثيتا اللي هي t-t infinity وبالتالي هنانه الثيتا هي بالاصل هذا هنانه نشوف الثيتا هي بالاصل t-t infinity فرح تصير t-infinity minus t-infinity فرح تروح 0 زين عوضها بالمعادلة الثالثة هاي المعلومات حتى نحصل على معادلة جديدة للـ boundary condition راح تتعوض عنك مكان الـ x عوض infinity اللي هي هاي المعادلة طبعا نرجع نفسها بالمعادلة العامة هاي المعادلة العامة نفسها بس هنعوض بها boundary condition الثاني اللي هو مكان الـ x راح نحط infinity وهاي الثيتا هي اساسا صارت 0 من نانا صارت 0 من نانا فطلعت عنده قيمة c1 تساوي 0 وطلعت عنده قيمة c2 تساوي phi 0 وهاي اللي هي معناته t at base minus t infinity واضح minus t infinity هذا معناته phi أو الثيتا 0 راح نكمل من نعوض قيمة c1 والc2 بالمعادلة الثالثة هاي المعادلة راح تختصر تصير بهاي الصيغة من تصير بهاي الصيغة راح نفتح هاي قيمتها شنو وهذا قيمتها شنو هاي قيمتها t minus t infinity وهاي قيمتها t not minus t infinity مجرد تعويض راح نحصل على معادلة التوزيع معادلة التوزيع اللي هي عبارة عن t at any x t infinity اللي هي المحيط t base اللي هي درجة الحرارة عنده نقطة اتصال الزعنف بالجدار هنانا والt infinity أيضا معلومة exponential ال m شرحناه وشن هو ال x اللي احنا نحسب درجة الحرارة عنده وبالتالي هاي هي معادلة التوزيع لزعنف طويلة جدا زعنف طويلة جدا هاي هاي المعادلة هي المطلوب من عندك حفظها هاي المعادلة اللي هي بس مجرد انه عدد هي نفس هاي المعادلة طبعا بس مجرد انه ال m عوضت قيمته عوضت قيمة ال m وبالتالي حصلت على معادلة توزيع درجة الحرارة لزعنف طويلة من النوع الطويل زين هاي معادلة التوزيع بما انه اريد احصل على معادلة انتقال الحرارة في هذا النوع من الزعانف زين فاش راح نسوي معادلة انتقال الحرارة احنا نعرف الحرارة شون تنتقل الحرارة تنتقل بقانون فوريار داخل الزعنف يعني الحرارة تنتقل عن طريق توصيل اذن ال Q و Q من K A cross section area في DT over DX هذا DT over DX يعني معناة المشتقة مشتقة منه مشتقة معادلة توزيع درجات الحرارة مشتقة معادلة توزيع درجات الحرارة يعني لازم هاي المعادلة يتم اشتقاقها زين تشتق عد X دائما احنا نحسب عملية انتقال الحرارة عند ال base فعد X تساوي صفر فهاي المعادلة تشتق تنتهي بانه heat transfer rate at the base يعني كمية الحرارة الكلية الداخلة لهذه الزعنفة عند النقطة عند النقطة الbase عند نقطة الربط هذه المعادلة مالتها اذا انت مطلوب من عندك تحفظ هاي المعادلة اللي هي جذر k a hp t not minus t infinity وكلها معلومة k موصلية cross section area الh معلوم p اللي هو المحيط مال المستطيل وهذا هو t at base وهذا هو t infinity اذا معادلتين صارت عندك هاي معادلة رقم واحد وهاي معادلة رقم اثنين هاي المطلوبات من عندك زين ناخذ مثال حتى يكون عندك مترسخ شنو نحل مسائل very long زين ناخذ مثال example find the heat transfer rate find the find the heat transfer rate in one centimeter from the base يعني يريد كمية يعني هس هس هشوف هاذ هي زعنف هاي fin واضح وهي من very long okey زين على على بعد واحد سنتيمتر على بعد واحد سنتيمتر من القاعدة يريد نعرف هاي الزعنف هاي اش قد فقد حرارة ال q out اش قد فقد حرارة زين find the heat find the heat transfer rate in one centimeter from the base okey in a very long fin هو محدد لك ياها طبعا نعطيك the o اللي هي درجة الحرارة عند ال base عند t infinity اللي هي درجة الحرارة مال ambient ambient يعني معناتها المحيط هاي يعني كلمات لازم تتعوذ عليها ambient يعني معناتها المحيط environment يعني كذلك ايضا المحيط يعني نقصد بها درجة حرارة الهواء زين consider the conduction coefficient اللي هو k ناطيك وال h ايضا ناطيك وال parameter اللي هو المحيط مال الشريحة هم ناطيك هي هيا بالاصل هو هيش شكل هيكون الزعنف خليني اوضح لك الرسم حتى يكون عندك الم انه بس للسهولة رسمنا بهذا الشكل هي زعنف وهذا هم منه هو الجدار هيش يكون واضح فالحرارة هيش تنتقل فتتتعرض انه تنفقد هيش وتكمل هاي المنتقلة q at base هنان q التكمل باتجاه conduction وهنا عندك q convection فهو يريد على بعد 1 سنتيمتر كمية الحرارة الانفقدت منها الزعنف وش قد اذا كمية الحرارة المفقودة في 1 سنتيمتر تساوي انه الكلية ناقصا المنتقلة يعني شوف مبدئيا هذا السؤال نحل بطريقتين راح نراويك الطريقة الاولى والطريقة الثانية اتبهوا بالطريقة الاولى شنه الطريقة الاولى انا بالبداية اقدر احسب كمية الحرارة المنتقلة الى هذا الى هذا كمية الحرارة المنتقلة عند القاعدة كمية الحرارة المنتقلة عند القاعدة وهي شنه كمية الحرارة المنتقلة عند القاعدة هي q total high تحسب عن طريق القانون اللي احنا توصلنا له بنهاية السلايد القبل اللي هو السلايد هذا السلايد 6 هذا توصلنا له هنانا زيان فبما انه يزعنف من النوع الطويل فاحنا نستخدم لqtotal جذر k a hp t قاعدة ناقصا t infinity مجرد تعويض لكل القيم المعطات حصلنا على كمية الحرارة الكلية الداخلة عند القاعدة كمية الحرارة الكلية الداخلة لهذه الزعنفة اذا افترضت ان هذه النقطة هي نقطة قاعدة جديدة يعني شلون يعني بمعنى انه انا هذا القاعدة هاي هاي القاعدة ازحفها واقول هنانا هي القاعدة بالاصل ومنها انتقلت فراح تصير هاي اللي q at x تساوينا واحد هي هي نقطة نقطة قاعدة جديدة يعني اقدر اطبق عليها هذا القانون هذا القانون مرة ثانية لكن انت تحتاج الى درجة الحرارة عند ال x عند ال x تعرف شنو الهدف من عنده الهدف انه انا راح اطلع كمية الحرارة المنتقلة هنا واني بالاساس طلعت كمية الحرارة المنتقلة اطرح كمية الحرارة الكلية اللي هي الحقيقية ناقصا هاي المنتقلة راح يطلع عندك الفرق اللي هو كمية الحرارة الفقدتها بواحد سنتيم هذا كل ما هنالك زين شوية صارت هنا خربط عليك خلي نعيد تنظيم الامور اذا هسا احنا نحسب بالبداية كمية الحرارة الكلية الداخلة للزعنفة واضح حسبناها وهياتها من هذا القانون اطلعت قيمتها واحد وثلاثين زين هسا عند واحد سنتيمتر اش قد فقدت حرارة انا راحش اقول اقول انا راح اجيبه للجدار هنا افبت هذا الجدار ازحفه ازحفه للجدار خلي الجدار هنا اذا احتاج الى تي بيز جديدة اطلع اكس تساوينا واحد تي بيز جديدة اطلع اكس تساوينا واحد نستخدم لها طبعا نفس القانون فقط عندك تي بيز لازم تحتاج جديدة اذا انت تي بيز الجديدة مين توجدها درجة الحرارة احنا عدنا معادلة توزيع درجات الحرارة نعم عدي معادلة توزيع درجات الحرارة وين ها معادلة توزيع temperature distribution احنا اشتقيناها وقلت لك احفظها وهي هاي معادلة التوزيع واضح معادلة توزيع درجات الحرارة ذا ترجع لها للسلايد اللي قبلها تشوفها هي هياتها هاي اللي انا ساسوي لها clean up اللي هو بس مجرد انت تريد هاي التي فمجرد انه وسطين في طرفين وتنقل هاي للطرف الثاني صر زائدا تي انفينيتي هاي عدد كتبتها هنانا عدد كتبتها هنانا بهاي الصيغة هياتها عدد كتبتها هنانا وهاي الصيغة موالتها ال M مثل ما انا قلت لك تعوض تعويض ال H وال P وال K والArea موجودات كلها تقدر تعوض تطلع عند قيمتها وبالتالي تطلع درجة الحرارة at X يساوي انه 1 سنتيمتر at X 1 سنتيمتر بما انه طلعت عند قيمة ال X هنانا راح تعتبر هاي درجة الحرارة الجديدة هي ال base وبالتالي هذا القانون ترجع تطبقه من جديد بس شنو بال T الجديدة وبالتالي تعويض مباشر طلعت عندك ال Q total اللي اللي مكمله من بعد 1 سنتيمتر مكمله من بعد 1 سنتيمتر طلعت قيمتها 27 زين الكلية اللي هي 31 تطرح منعدها المنتقلة المنتقلة عند عندما زحفت الجدار فرضيا اللي هي 27 طلع الفرق 3.5 تم فقدها ب 1 سنتيم هاي الطريقة الاولى بالحال الطريقة الثانية بالحال احنا نعرف انه الحرارة تدخل يا اما تكمل جزء منعدها يكمل والجزء الثاني ينفقد بيش بالكونفكشن ممتاز زين اذا انت جيت سويت تكامل تكامل التكامل احنا نعرف من احنا شن الهدف من التكامل يطلع بالمشتقة مثلا اذا عندك هاي دالة وجاء اخذ التكامل من هاي النقطة فانت شذا تطلع تطلع المساحة المساحة تحت المنحني فكذلك انت اذا كاملت من هاي النقطة الهاي النقطة اذا كاملت هاي دي تي اللي هي الكونفكشن كاملت يعني طلعت كل الحرارة المفقودة بالتحميل من النقطة صفر الى نقطة اكس تساوينا واحد سنتيمتر فانت ايضا طلعت كمية الحرارة اللي انفقدت خلال واحد سنتيم فاذن اكو طريقتين للحال الطريقة الاولى انه انت تطلع لكيو توتل وبعدين ومن ثم تعتبر انه الزعنفة تبدى من هاي النقطة وتطلع كيو جديدة وتطرح الكلية من هاي الكيو يطلع الفرق اللي انفقد بهذا الجزء او تكامل تكامل الحرارة المفقودة بالكونفكشن تكاملها من هاي النقطة اللي هي صفر الحد نقطة رقم واحد وبالتالي تطلع كمية الحرارة المفقودة فهنانا تتبع معايا فكمية الحرارة المفقودة في واحد سنتيمتر تساوي ان الكونفكشن من صفر الى واحد من صفر من اكس صفر الى اكس واحد فهذا تكامل من صفر الى واحد وهنانا راح تنتبه معايا انه الارية راح نعوض عنها P في دي اكس هاي المسافة راح نفترضها انه هي دي اكس حتى نقدر نكامل بالنسبة الى اكس وهاي التى اللي هي انا اريدها اد كل اكس هاي التى انفينيتي تى اريدها اد كل اكس تكامل اعتيادي قبلها احنا ايضا نستخدم معادلة توزيع درجات الحرارة حتى نطلع درجة الحرارة عند الى اكس يساوينا واحد سنتيم وبالتالي نفس معادلة التوزيع اللي استخدمناها بالسلايد القبل وطلعنا درجة الحرارة اعت تي وان عند الواحد سنتيمتر اعت اكس تساوينا واحد سنتيمتر ماشي زين الكيو كومفكشن انكمل هذا ثابت خارج التكامل فراح يصير عندك تكامل تي اعت كل اكس دي اكس ناقصا تي امفينيتي يعني انت مجرد انه هذا يدخل عالطرفين وتكامل وتكامل والتكامل مالتك من قيمة صفر الى قيمة اكس وان واضح فهذا ثابت طبعا هميه يطلع خارج التكامل مجرد تطبيق رياضي مباشر انه هذا ثوابت وهذا انتكاملت تي بالنسبة للموقع اكس مضروبة في هذا التكامل هو اكس وبالتالي فيصير اكس ماينس وبالتالي نعوض تي بالنسبة للموقع اكس نوت مضروبة في الاكس نوت ناقصا تي امفينيتي تنزل اكس وان ناقصا اكس نوت هاي تي بالنسبة للاكس وان احنا حسبناها هياته عن طريق معادلة التوزيع وبالتالي تعوض مباشر فانت حاليا مخير تستخدم اي طريقة تراهم تشوفها مناسبة لك حتى تتوصل الى كمية الحرارة المنتقلة من الزعنفة في واحد سنتيمتر هذا ملخص ما كم منه الكيس الاولى اللي هي very long fin very long fin اذا ننتقل الى الكيس الثانية اللي هي ما يعرف بالادياباتك او الانسوليتد الكيس الثانية انت بعض الاحيان يكون عندك مثلا هذا انابيب يمر بها مي ميحار الشباب الولد اللي يستمعون الى المحاضرة قد يلاحظ هذا موجود بما يسمى بالراديايتر مال السيارة راديايتر مال السيارة هو عدة انابيب موزع عليها زعانف موزع عليها زعانف وبالتالي فان المسافة بين انبوب وانبوب اكون هاي المسافة اللي هي مؤشرة هاي تعتبر زعنفة مربوطة بين مصدرين زعنفة مربوطة بين مصدرين وبالتالي هاي النقطة هاي النقطة اللي اشرناها بالمنتصف راح تكون منطقة معزولة شوني يقصد بالمنطقة المعزولة اذا اخذنا مخطط انه الحرارة من هنا اللي هو المي الحار راح تنخفض نتيجة انه الحرارة تنتقل منها فرح تنخفض درجة الحرارة الى انتبه يا راح تنخفض درجة الحرارة لهاي النقطة كذلك هذا هنا كذلك الطرف الثاني ايضا راح تنخفض درجة الحرارة راح يفقد وبالتالي ايضا تنخفض درجة الحرارة تنخفض درجة الحرارة للمنتصف وبالتالي الزعنفة عد هاي النقطة راح تكون زعنفة يتوقف بها انتقال الحرارة ليش لانه الحرارة اللي ده تنتقل من 민주 والحرارة اللي ده تنفقد باتجاه الرايت راح يلتقون عد نقطة يتوقف بها انتقال الحرارة وبالتالي هذه المنطقة تعتبر منطقة ااا ضياباتك لانه بعد الحرارة راح تصري لا باتجاه الريفت ولا باتجاه الرايت السبب انه هنا تساوى درجات الحرارة ومن تساوي درجات الحرارة ما يصير بعد انتقال حرارة نرجع شون نطلع معادلة التوزيع لهكذا نوع من الزعانف معادلة التوزيع أيضا معادلة من المعادلة العامة الباوندري كونديشن الأول اللي هو ستندر واللي انتهينا بيه اللي هو آت اكس آت البيز آت اكس يساوينا صفر تي تي بيز وبالتالي حصلنا هذه المعادلة اللي هي هاي المعادلة الستار دائما نحن نسميها الباوندري كونديشن الثاني هو آت اكس يساوي ال ماكو بعد ميل اللي هو هنانا اكس يساوي ال آت اكس يساوي ال هنا بعد ميل ماكو وبالتالي بما انه ماكو ميل بمعناته معناته dt over dx يساوي صفر أي بمعنى مشتقة الدائلة صفر وهو هذا الباوندري كونديشن الثاني راح نعوض البوندري كونديشن ثاني ننتهي بمعادلة التوزيع هاي معادلة التوزيع تحفظها هاي حفظ للنوع الثاني وهاي معادلة انتقال الحرارة انتقال الحرارة لزعنفه insulated or adiabatic واضح اذا هاي معادلة التوزيع كذلك من تريد تحسب تسوي غسطين في طرفين وتنقل هذا الطرف الهنان يصبح زائد t infinity زائد t infinity حتى توجد t at any x توجد t at any x وهاي كذلك الم معلومة عندك هي جذر hp على k a cross section area واضح ناخذ مثال هيصر عندك الشكل واضح حسا اذا افترض ما انه احنا عندنا جدار واحد وجدار اثنيا قد يكون هذا انبوب هنا لديه يسري ماي اصلا يعني يعني عندك هنا ماي حار نقول عليه hot water وبالتالي هنا كل حرارة تنتقل وجزء منها ينفقد تنتقل وجزء منها ينفقد وكذلك من هنا الحرارة تنتقل وجزء منها ينفقد تنتقل وجزء منها ينفقد واضح زين فهذا هسا انتصار عندك واضح شنو نقصد به هاي النوع من نوع المعزول هو كلش clear انه هاي الزعنف وهي من نوع الاتيباتيك فالحرارة الجدار هذا الجدار درجة حرارة 100 وهذا الجدار درجة حرارة 100 طبعا من خلال درجة الحرارة انت رح تعرف انه نقطة توقف لانتقال راح تكون بالمنتصف يعني شنو؟ يعني اذا درجة الحرارة هنا هي 100 ودرجة الحرارة هنا هي 100 يعني معناتها انه at center point هنانا راح يتوقف يعني at center at dt على dx at x تساوينا 0.1 ليش اختارت 0.1 لان انتبهت انه ال L هو الطول الكلي للزعنف و 0.2 نصها 0.1 يساوينا صفر اذا هنانا من تجي ترسم هذا الميل شوف هاي النقطة الميل انه الحرارة عند الجدار 100 تبدي تنخفض الى ان توصل اوطأ نقطة و كذلك من هذا الجهة الثانية تنخفض الى ان توصل اوطأ نقطة وبالتالي فانه ال Q left تساوينا ال Q right وبالتالي بعد ما يكون انتقال حرارة وبالتالي هاي هي تعتبر اوطأ نقطة بالمنحني اللي هي لا تمتلك ميل و اللي هي تحقق dt over dx يساوينا صفر المشتقة تساوي لصفر على كل حال اهنانا المطلوب من عندك find the temperature at center point درجة الحرارة بالcenter ما لزعنفه زين درجة الحرارة بالcenter ما لزعنفه يعني معادلة توزيع درجات الحرارة اللي هي هاي وقيت لك احفظها فتضرب بسطين في طرفين ال M عندك محسوبة تحسبها ال X انت تحتاجها ال L معطات ال X اللي هو انت تتحسبها at 0.1 هاي اللي هي مطلوبة درجة حرارة ال environment المحيط وهاي درجة حرارة ال base اللي هي 100 وبالتالي طلعت درجة الحرارة بالمنتصف هي 80 زين اذا نطلب كمية الحرارة عند نقطة المنتصف انت تعرف انه اكو حرارة ده تجيب هذا الاتجاه وحرارة ده تجيب هذا الاتجاه كمية الحرارة معناته بما انه هذا درجة الحرارة 100 وهذا درجة الحرارة 100 فكمية الحرارة راح تيجي راح تكون متساوية فمكان ما أحسب الـ Q-Left و Q-Right وأسويلها بلاس أجمعهم راح أحسب Q وحدة وأضربها في ثمين زين معادلة انتقال الحرارة هي هاي ثابته نضربها في ثمين أحصل على كمية الحرارة الداخلة إلى هاي النقطة At Center ال-L معروفة ال-M حسبناها هذا التانش هاي الثيتا نوت هي شنو T-At Base ناقصا T-Infinity أوكي ال-P معطى ال-H ال-Area وطبعا هاي دائما A-Cross-Section Area في ال-K وبالتالي نحسبت عنده كمية الحرارة الداخلة عند هاي النقطة زين الحالة الثالثة والأخيرة هاي العلماء بسطوها قالوا هاي حتى ما ندرسها خلي نسوي لها Correction أو نسوي لها Corrected يعني تصحيح يعني هاي Short اللي هي Nouns as Short Fin أحولها إلى Very Long وبالتالي أستخدم كل قوانين Very Long الدرسناها وما أحتاج أي قانون جديد بس حتى أنت تحولها من Short to be حتى تكون Very Long حتى تتحول إلى من النوع الطويلة جدا إحنا إحنا إذا كان الزعنفة من النوع المستطيل فإنه تستخدم ما يسمى بال L Corrected وهو الطول الأصلي للزعنفة زائد الثكنس على 2 وإذا كانت الزعنفة من النوع الأسطواني فهو الطول الأصلي زائد D على 4 هنانا إذا تنتبه السؤال هذا من حل لنا هذا السؤال هاي الزعنفة من النوع الأسطواني بدليل أني نعطيك الهدي وبالتالي فإنه الأيرية من تجي تحسب الأيرية الكروس سكشن أيرية هاي الكروس سكشن أيرية هاي π R والمحيط أيضا محيط المحيط الأسطواني 2π واضح؟ وان هنانا بالسؤال قايل لكنه هذا DB يعني معناتها أنه هي شكل أسطواني واضح؟ فلذلك هنانا إذا كانت الزعنفة من النوع الأسطواني ومن النوع القصير حتى تحولها إلى نوع طويل فهي D على 4 حتى تستخدم ال L كوركشن هسا هذا ال L 1 تستخدمه تستخدمه بنفس معادلات الكيس الأولى بنفس معادلات الكيس نمبر 1 هاية معادلات الكيس نمبر 1 وين ما نحتاج ال L وين ما نحتاج ال L راح نستخدم نستخدم الطول الجديد زين بقى موضوع أخير نتكلم به اللي هو كفاءة الزعنفة بما أن الزعنفة هي تتخلص من الحرارة فبالتالي كل زعنفة إلها كفاءة أكو زعانف كفاءتها قليلة وزعانف الكفاءة مالتها عالية شون نحسب كفاءة الزعنفة كفاءة الزعنفة تحسب من كمية الحرارة الحقيقية لتفقد من الزعنفة من كمية الحرارة المثالية اللي لازم تفقدها الزعنفة واضح؟ فبما أنه حتى نسهل الموضوع نوصل إلى نتيجة من بعد ما هذا التعويض كله نوصل إلى نتيجة أنه الكفاءة مالت الزعنفة الطويلة تحسب واحد على ML ونعرف دائما أنه ال M هو جذر HP على KA هذا لي الزعنفة من النوع الطويل الزعنفة من نوع الأدياباتك والزعنفة من النوع الشورت إنه دائما إحنا بالشورت لازم نستخدم الCorrected length الCorrected length إن شاء الله أكون وفقت بشرح موضوع الزعنف راح أرفق لكم فد واجب بسيط إن شاء الله من تحلون الواجب راح يترسخ عدكم المفهوم مال الفن وأتمنى لكم كل الموفقية وشكرا جزيلا لكم للمتابعة في أمان الله